اشتركوا في القناة 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 قلت عني سيدة ستافي تورفينه وقلت عني سيدة تار خنتيش رو زيد ما انت وعامل علي علي برسون وعطيته ما عندك فكرة يشكر اللاعب في الشروق في الجريدة ومبعض يشكي هكذا ظهر اللي هو ما انت ما ظهر هو خدم الخدمة وانا ما كنتش معا في المستوى لازو كشوف حتى بدو دان راقدت شي كتب علي في الضق قلب الستيلو من الوقت ما كلموش جيت الحال في هذا يطلبت في داخل القهوة الشينكو قهوة في قرش الأكبر موليل قهوة ويقف وهو نقاهي يبكي لبر قلت له شبيه قال لي رايي السورة هكا 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 هزيتوا من يدوا دخلتوا لداخل قترة سلاسر باش نسلمين الناس تعرفوا الموضوع روا قلت له يدي شنو الموضوع قال لي السورة هكا هكا روا تبدل في الباسبور وفالدار وعمل الباسبور وحد آخر وعملوا شكو كلمت قال لي كلمت طرق ذيب وقتوزير على ساس أمور حدوديب شي تكلم و راو كلمت سي مريحي على ليبي أنا قلت له كلمة قلت له راو اللي يتفك بالقوة يرجع بالقوة قال شون بش تعمل و هو و يبكيه قدام كلمت السيدة اللي انتي تاوس ما تسوته قدامه بلو برلو اللي هو سي عامر نقول عامر برك وقتا ما كانت ما تتذكر 13 ليبي كيفاش كانت ميليشيات و كانت ناس تحكم قال لي ذاكر اسماني قال لي راو هذا ريسك كبير اما على خاطر بالكلمة هذي قلت له عبد الكريم غدوة قلت له معدوش نوبرو يتكلم فيه برشا قال لي غدوه نج بدو من المشاغل في تونس قال ليش بدو نوبرو نج بدو يلقى نوبرو يتلو فيه عندو شهر هو بيتو مده هنا مدته للسيد و ذالي سمعت السيدة و قال لك و سلت المهدد بالقتل سمعته بودنك و انا فكي جمعة ذيكة نجري يعمل يابير راوه و حكيت و هو يعمل يابير لي بش نطلبه ذكر الأخص بغير تفاصيل مو على خاطر موضوع حاني حكيته لك و حاضر بسيدنا حكيه و هو وقته في كونتاكت مع سليم الراحي اللي حكاهولي هو سليمة قالوا راوه اللي ماخذيني والدي راو يحبه المقابل المادي كذا و كذا سليم الراحي حنين و قلبه به نعرفه قام بعمله وش سليم ماش في بلوه و هو و الحكاية اللي حكيه لك عن شفيق الجريه انا حاضر في المطار شفيق صحيح عز مطار في حياتك و خذيه و شا و خدمه معا هنحكي تلك مزروبة و كي حب على الديتايته و نعطيهم الكل بالطرف و نرجع و تولي التحكيم الحمدلله مجيش كاميرا ويت غادي في قاوتشين حكيم تونسكين لدخلت القاوة غادي بيه خلنا نحكيو على المنتخب بذيك اللي حاب التوضيح حاب التوضيح لا خطرويش ب نحكيو على المنتخب الوطني تونسي اليوم مقابلة مهمة من منتخب الجزر القامرة مقابلة نجمو نقولو مقابلة ثائرية بما ندخلو في التفاصيل متاع التشكيل و المقابلة خلنا ناخو كلمة بصفة عامة نبدأ معك انتي سيداء عماتشو بعد و ندخلو في التفاصيل اولا نسع نتمنى التوفيق والنجاح للمنتخب التونسي مهين لان نتيجة مهمة برشا اليوم فودير لا بريتي صحيح انه جزر القمر مش الفريق مش المنتخب لكن فما حاجة ما نعرفوها و انا اتفرجت في الماتش و انه الكورة تطورت برشا ما يزمناش نحقره الادفرسير انا نشوف الخسارة متاع الماتش لليدي في تونس واحد بشي هو كان سيولي بلون بسيكولوجيك ممكن يكون لكيب ناسيونال ايتيم مال بريباري سيولي بلون بسيكولوجيك عنا شوية هكا حليني بالكلمة العبارة بتاع الكورة و عنا شوية حجرة نحقروا جمع الادفرسير والادفرسير ضعيف و مضعيف لكن اليوم هاكم شفتوا بالنتيجة شنية في الهدية ربحتكم معليكم من اليوم كام لاعبية دابور كتاقم فني معليش و انكم اليوم ترجعوا اسم تونس الى المكان متاعه اراهوا تترشح الى شمبيونات افريق في المغرب يزبنا اليوم نربحو الماتش بش نضمنو تترشح كاي اي كانت تشكيله ما ندخلوش في الماتهات يا توانسة ريضو شوية اراهوا اليوم اللي كنا نقلوا مع تونس اراهوا اليوم ثلاثة نقاط مهمة برشة خديني من هذا يدعب وهذا ما يدعبش وهذا باهي وهذا مش باهي هذا الكل ما هي منيش انا بالنسبة لي لا نتكلم على الانساني لازم اليوم الناس الكل تتوحد ملاعبية ومسؤولين وطاقم فني لابد اليوم الناس الكل مسؤولة على نتيجة المباراة اي المرة اللي فاتت في اللي نجبوا نقولوا اين سوربريز لكن اذا تتكرر معاش سوربريز هنا يزمك تبينوا انك خسرت صحيح يقولوا وانه جذل الخمر اضعف منه لكن ما عليك اليوم فما ميدان ومع هذا تلعب في تيران نوتر وليس في بلاد الملال الخصم تلعب اليوم في ساح العاش اذا اليوم فرصتك بيش تكذب الناس الكل كايكيب ناسولان وانه تونس خسرت حرام مع الجزر اليوم لازم تاخر بونش بلعك بحي مختار شوف من بعد ديسبسيون اللي صارت ونيفو ريزولتات ونيفو منير ذلك ما عملنا حتى شي الماتش اللي تعدى حتى الكاستين كان غالط اليوم حتى في اللي ديكلاراسيون متان من العبية تنتظر انه فما ريكسيون بيش تكون اليوم الحقيقة حتى الريزولتات اللي تعملت والمانيير حتى اللي ماش خرجت خايبة في كلك تصاور هكي خرجت على المنتخب اليوم ننتظروا انه بش كون فما ريكسيون ونيفو ما نعرفش اغريسي فيتي خاتر الملعبية شوف من واجبهم اه من واجبهم انهم يعملوا اليوم يعني ريكسيون كبيرة اول حاجة نعرفو نحنا مبعد كل ملاعبي وقت لي يخرج بديسبسيون خايبة ماذا بيه ينتظر الماتشيني بعضه بش كيموا قولو اليوم الريزولتات بل المانيير بالنسبة لي نحنا ريزولتات عليش خاطر نحنا لحقيقة ما نعرفوش نقيمه دي ماكي نخسروا ماتش نحطوا الحق بالكل خايبة ونحنا نرمال مو نقيموا الماتش هكا برك اليوم بار اكزامبل صحيح انه فما دي شواء كانوا غالطين في الماتش اللي فات في الميتون ما صارح هذي الكل واجب ونرمال مو سيفوزي نرمال مو قراتهم بعد نحكيه حتى قراءة في التشكيلة فما تحسينات لكن زينا فما ميريت متاع ادفرسير فما ناس قاعدة تخدم اليوم قاعدنا في بوليميك خايبة يا هل ترى نكملوا مع اللي فكتيف هذي ونعملوا يعني انجكسيون بتاع كلكم لعبية جدد كذي رو نحكيه لكنا نحكيه في فراغ الحقيق اليوم كما قال فوزي بن زرتي في الدكلاراسيون قبل الماتش قال لك لي كيب ناسيونال سيل اكتويل شعندك طو ما نبدأوش نحكيه على كلكم اخرين بورسان تيجري بورسان تيجري اللي قام في فرنسا نتصور اليوم فوزي اللي بن زرتي مع لي كاني فرحة توينسا على خطر انتقادات كبيرة لش سيدة ذاي اللي تاريخه كبير وحافل شوفنا بعض الماتش اللي تعدى كيفيش التصويره خرجت نحكي على قبل الماتش اللي تعدى متاع جزر القمر الماتش اللي كيفيش يعني خرجه صيف فوزي في صورة خايبة يسر نحنا الحقيقة الانتقاد متاعنا فات كل الحدود من جماهير انا كنت حذر في الماتش وحتى في الوطنية الليولة مع اخونا عبد الرحمي العش فميج يمور فرغ تيناه فرغ تيناه فرغ مبعد فمتي من عارش تحل تيناه ولاشنوه بش وليه 36000 7000 يتحل البيت تحل البيت متخب الوقت اني وقتش تدعب ابر الفينال لالفين ورب ليه ما كلمك اسعيه يعني فرغ يعني فما عزوف نتفكر يتعب في ماتش ويت المهمة ماتش الكونجو يتعب بالبيك نتفكر ماتش تقاهد للمونديال لاشوف اسليم انا بش نعطي الكلمة الغيري انا واخدي بش تلعب انتي كايك بنا سنال وانتي محبب المنتخب تلعب مع زر القمر تلعب مع تزير تلعب مع المغرب تلعب مع الكبير رويز من فما جمهور منتخب يمشي 30 اربعين الف اشهجة الحقيقة هذي رويز منها دراسة معنى عقلية تشوف تزير خاصة لما تشوف اخوة لما تشوف اما تشوف التواصل الاجتماعي وهذه الحقيقة قرابة 100000 وراء المنتخب وهم يدخل وهم يتفرج ويعطوك فهمت الحلول وكيفيش فتاعم والله مهم برش الموضوع صحيح ملاوين خانيا خرايك انتي بون مختار سمحي دقيقة بركة باش نرشعلو على كلمه روس ما والله عجبتني ما قصيتش علي انت زمت بالتوصيات خليتو يكمل ملاوين يكملها كله جوز بركة موضوع تلاحكيو على المتخب على الكلمة نحكيو على الجمهور مختار الحقيقة اليوم ما اسمع مختار خطر كي تبدأ الجمهور فد من الملعبية ذو مبلغ اخر خنقولو خطر تحب ولا تكرم بعض 20 سنين من 2004 مولينا معاش نلقاو كل عازيمة وكل الربح وكل جرينتا كما تبل كن بوزيزي خلط بدر زياد جزير ياسيمي ماانتها اليوم كما نقولو كنته كل جرينتا موجودة يخليك تحب تمشي للماتش اليوم تلاحكيو على الملعبية ذاية في الملعبية وليوم حتى اليوم كنتجي تشوف حتى الدنيا ماتش لخرينة فما عباد عامنا دي بلاس مو يعلم بها ربي ثمانية متعالية ماكتعرف رادس وعباد من دي بلاسيا كي نشوف ريكسيو متعبانك متع جواريت كما كيكت تضحك وشدة تليفونيات اينا جمهور تحبو يجيك الماتش يجيه انت اليوم بش تخلي جمهوري يجيه تبرج عباد يعلم بها ربي صغارها وليديت صغار انساء يحبوا يفرحوا كل صغار من بعدها كالتزمير وكل فرحة متع المنتخب في الأخير نخسر والرأي ماشكي ماذيك يظهر لي نقطة استفهام كبيرة الحقيقة لو انت تحطها وليكيب ناسيونال اشتر الترجي وشتر له كل يبتطر عينها لتلقاها موجودة الحقيقة ممكن الثقافة متع الليب ناسيونو وشتر الترجي وشتر الترجي ومانعرفش اني العيدوني ولا المجيب ما عندهم مجمهور ولا هم هنا في تونس يعني كما الجمهور الكليب وهو نحطوا بغتار لو فوز البنزارة يقول ربش نهبط مثلا كليب وليس برونس في منتخب كما كنا بكري تهو تشوف تريع هم لكي 40 ألف شوف ابر احنا نحكيو عن فتاو تاو عنا ميت سنيه هذي هي الكورة بتاعنا كالكسوال كما قال مروين الجنراسيون البيئ يجب أن نكون واضحين ونستسمع فينا في الكورت القدم ناقصين شوية وطنية بصراحة هذي يرى المنتخب وطني يرى أنا مش نمشي المنتخب حتى لازم يكون يلعب مليح ولا متوسطوا له يا درب وبليد يا عندك يا ما عندكش أنا من المرة يا سلام حضرت مباراة استدعوني الجامعة الجزائرية مباراة وديها في الجزائر مشيت على البر هاك ومعايا العائلة خلطت ساعتين العاصمة المباراة في في نسيت الملعب في العاصمة ثمانية متى اللي ناربع جايدين يشوفه قال لي يا يوجي قلت له مزيل بكري قال لي راوز قشي فرمي واستاد معبي ماتشا ميكال مع أثيوبيا ربح وسبعة حضرت فيه هنا عندهم تعلق كبير من من الخب حاجة اخرى احنا عنا جمهورنا وادي ساحيت احنا خنقوله نكون واضحين راوز مش من الفينات الفينات يحرس كيس فريقي عنا حتى معناش منتخبات يجتمشي راو من الاول التسعينات نتذكر انا وقتين نلعب في كرة من الاول التسعينات المنتخب كي يلعب في المنزة راو انا وقتا خرجنا مرة وحكينا هيكا في موضوع ومرة في اجتماع قلت له بصراحة المنتخب كانوا معتش يلعب في العاصمة بو معناش ملاعب شوفنا التجربة في المستير نشحت 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 في المستير نشحت منتخب يلعب في جندوبة يلعب في باجة يلعب في الكيف يلعب في توزر يلعب في نفتة فمع بيدي عمرها مع حضرة مباراة منتخب في البلايس اللي أنا سميتها فمع بيدي كيم انت من العاصمة متخرش فمع بيدي من الولاية و راو ما يخرش راو نهارة اللي تزلوا لعب المنتخب معادش يوموا فنتيجة يريد حتى تبدأ خاسر ما يظفرش يبدي يغني فرحان الاستقبال في النزل هذا كهاتي شحنة معنوية المنتخب حتى أنت عندك جوارات اللي أنا مديم انقولها وكل راو مختار نرجع للكرة لازمنا اليوم نكونوا بوزيتيف ساعة خطر حتى الديماجي بتاع تونس لازمنا نربعوا احنا باش نترشح ونربعوا اليوم وننقصوا مشان اللي الترشع متاعنا او لازمنا نكونوا بوزيتيف لماكسيموم اليوم لكن يا مختار وحكيت هانو يا كساب على المرة في بلاتويت رأوا عنا لاعبين كالكسوا في تونس للبرة عاديين قدام الموجودين في العالم خنكونوا واضحين عاديين عادييني لاعب نتاعنا احنا يلعب البرة هيك اللي عام البرفورمانس كبيرة وكلي المدرب مجمش يستغن عليه السيدي مش في تونس البر صحيح صحيح عادييني لاعب كلي المدرب كيغيب له ويشد دراسه اللي موجودين نوعي اللعبين في الزيرية في المغاربة في المسار وهم موجودين احنا لا كوانا هون ولا عوالينا نعرف ونفرزوا البر وحتى اللي عنا البر رأوا معنات الدوب النسيونيتيه ولادنا ذوق مساء قبل كل شيء معنات هون ما بيدهم راهم حتى التاقل ممتاحهم كيجيه عليش عنا قدير ما نقوله عالتاتير يا مختار حتى كيجيبوهم ديركت هون يجيبوا اول متش يمشي يرميه في الافريق راوا لازم حتى الانتغراسيون راوا عند حساب وشي واحد جيبوا العينين عليه تمشي ترميه في متش سلطوا ماتيك عنا تلوموا في بلاتون ملعبش من يعبش نو مكندوه واضح العملية واضح ذاك نحن نعطيه التشكيل من المنتخب بتشكيل المحتمل لنا بدسبة كبيرة معنا بش تكون على النحو التالي بن سعيد في الكاج عاليمين بش يكون مازال فما شوية شك عاليمين كشريدة وإلا بوشنيبة علي سار بنحميدة العابدي مستحيل يكون أساسي تقريبا لصابة متاعه وش تدخله يكون أساسي في اللكس الثنائي مرياح وكذلك منتصر الطلب بشتم المحافظة على الثنائي متاع محور الدفاع قدامه من السخيري بش يدخل أساسي مع العيدوني حنباء المجبري أيضا يدخل أساسي حمزة رفاعة بش يكون بلسبة كبيرة وهو على عالمين علي سار بش يكون موجود يوسف المساكني وقلب الهجوم سيف الدين الجزيري بلسبة كبيرة بش تكون هكا تشكيلة المنتخب نبدأ مع كنتي سيريذا أول ملاحظة تغيير في حراسة المرمى كأنه تم تحميل أمان الله من ميش مسؤولية الهدف اللي قبله في المقابل الماضي هل عنده مسؤولية في الحدف فيها أو كيف يشوف التغيير اللي صار لا لنساعد المسؤولية الهدف تبدأ السعى من وسط الميدان اللي مقطعش القورة للمدافع للضاير ليمن بوشنيبة لخداهي يعمل باسلاتيرال وتتراكمة الأغلاط وكورة داخلتينجة من الحارسين يكون مسؤولة 10% أو 15% لكن هل هي عقوبة وإلا فورما بتعمل يعبي فما حاجة يجبنا نعرفوها نحترم الأخ فوزي البنزرتي ولكن ملولة والأخيرة لنعطي دروس الفوز البنزرتي نعطيه في راي هو يتحمل مسؤولية اختيارات الحارس أو أي تشكيلة هل بنسعيد اليوم جاهز ولا لا نحن علش لو نعايته باش نرجعو الموضوع لكيب ناسيونال لكيب ناسيونال ناخده ملعبية من نوادي هل البشير بن سعيد يلعب في التراجي أساسي ولا لا هنا المدرب يتحمل مسؤولية الفورما البشير بن سعيد هل هو في فورما إذا ما يكونش كومبيتيتيف ويلعب لا سمح الله ثلاثة مرات تنقولها لا سمح الله ما نتمنىوش لخسارها لكن نتمنىوش باش باش نسعيد بشغلة فوزي لمنظرتي هتحمل مسؤولية لأنو انتي تلعب في لائب ما هوش قاعد يلعب سلي ذاكي فيش تقيم هالفورما انتي باللعب؟ ومش قاعد يلعب؟ هالفورما تقول لي اسكوهو في فورما بش يسل اللاعب اندي مروان انا اللانترنور بتاع قوله في فورما بش قاعد يلعب؟ صحي انا شقول انا اختيارات هلا هي عقوبة المميش وقلا اختيار فني وقلا زيتها حاجة اخرى وقلا الطلبين سماح من بن سعيد اللي انتي وقت اللي انا حيتك ما استحقش تتناح كيفش ما استحقش تتناحها حارس احتيارتي في جماعة ما استحقش تتناحها سمحني حارس احتيارتي ولا عايتولو الاحتيارتي في جماعة ايه هذا الموضوع هو كان رقم واحد مفروض ما يكونش موجود اصلاح يتحمل مسؤولية اختيارات انا مع الاختيارات متاع تغيير الحارس نارف وشهر الاخرين يمنميش الحقيقة مهوش في الطوب امتاعه ممكن ضغط عليه كبير فالترجيف المنتخب مش مشكل يلتيح لكنش كل معاوذين صبري بن حسن مهوش كومبيتتيف بشير بن سعيد موش كومبيتتيف موش عامل يعني سيريب بشير بن سعيد بو العب ديكي داه ولو ماتش موش فمتني لكن بشير بن سعيد عنده فيكي فالكيب ناسيونال بشير بن سعيد ملها فالكيب ناسيونال لا انا عطيني تاو مياميش تاو نحكي فم تغيير شوف سمع فم تغيير يحتم انو بشير بن سعيد لا لا سيريذار قل الكلمة رو تعديت ما بيستوره مخترس نقدرنا لو كان اليوم هو يقبل بنته منه نقدرنا نقص له نزير رو بعد الماتش اللي عدينا ليس سمحني ليس سمحني لمن حيث المردود لمن حيث انتيجة لمن حيث شيء الماتش اللي تعدي سمحني على المبارات اللي تعديت شوف نحكي على المبارات اللي تعديت رو وقلي تكون فما تغييرات وانا نحكي على مميش مش على مبارات هذي برك نحكي ننسى مثلا ماتش سليمان ننسى مثلا الاغلاطة اللي عملها شنو المشكلة انو بشير بن سعيد مختار رك مدرب رك يزم تتغير ما تتغير يعني يزم مميش يبقى يلعباء لا سمحني يعني مميش يبقى يلعب وشكور رو المعاوذ بشير بن سعيد هو كما قلت انتي طو ما تكونش منتناقض فيه كلام قلتلي عالش تنحى انو ممو يبقى هو يعني انتي طوى عندك اعتراف ذمني انو بشير بن سعيد هذي كبقعتو كيفاش طوى تلوم انو فوز بن زرتي بدل مميش انتي طوى تسر فيه وجو لحظة بك انتي على كلامك انتي هنقريتك افكار هو حبي يقولك اللي معنطة حارس المرمى بوست مهم معنى مش لازم اعمل غلطة وقوق اذا كان فما غلطة معنى اذا كانت اعتبرها غلطة انتي انو نحيوه معنى اسلام انا عندي والدي طوى صغير يحبش تقول قلت لتحمس وليدك شلاش بابانك شكرا على قدو بيه اللي صعيب الديسيزيون فيه ولو تغلط شكري لويعر انت فرجوا فيديوه تعمل غلاطة من اكبر الحراس الكيماتيقات ستانت على سطاف متاعك في البوزيسانت في بلايس راوزيت شكري لويعر انت تتلور في الكيب نسيونال ورم بلاسون في الترجمة مع شيخ سيك اي 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 وكان يلعب تتلور لا مش دقيقة اسمعني اسمعني مختب ومن هيك وشكري لويعر انتعصب الكيب نسيونال ليه شوف انت عليش تاخذها انو انتي فوضي البنزرتي يعني خطر غلط مميش خليرتي عشان مشكلة مزيل قدام مستقبل مانيش وقت بتراحها خطنا نحن رشتنا برسلتال يوم وحشتنا بنفس جديد اسمعني ليش كنت كنت مدر انا نمشي معك في حاجة بارك انو عليش تنحى بشير بن سعيد علش نحك لا اتنحى خاطر واحتيات موكتناح عليش عنا نزيده غلطة بغلطة السيد الجاردينة لسي مميش حتى في البونتو اللي يقبله رأوا تعرف كيمشي واحد بالعرض يضرب واحدة دياغونالي بعدها يسرى جاردينة مجابش كون مية في المية منه ورام انا انا في اعتقادي مش منه صحيح حتى وليه يتحمس وليه صغيرة ووحنا واللخطة بنتحتكرش الكلمة ذاك دخلو اللي كيمار وين نزح اللخطة هذي اللي بش نعملوها على خاطر خسرتنا واحدة ننسلك سواء لو كان احنا اخرجنا ربحين ننزلوه بالعكس تسير التغييرات هذي الكل واضح حايمة الوين خلني اخوناي ما تسيري مع تغيير الحارس وإلا ليه شوف اسليم هو من أصله كيتحب نحكيه الحقيقة قبل ما ينتقل البشير بن سعيد للترجلية تونسي كان هو الحارس الأول منتخب لعب عشرة متشويت قبل ما يمشي لعبهم تتولير لتسعين دقيقة ومستويه كان محترم جدا اليوم سهل عري ربي والنقس قالت غلطة البشير بن سعيد اللي مشي للترجل ومالعشرة متشويتش عمل فيهم لا لا نحكي لك مريق قبل ما ينتقل هو الحارس الأول منتخب اليوم ميميش وغزرنينه هو الحارس المستقبل منتع المتخب طفول صغير تنجون عدا سيزان باية مع الترجل هذا يتحسب لهو بش يزيد يخدم على روحه اليوم ميميش على حسب الماتشويت اللي عداية مع الترجل سيزان يظهر لي انا من رأي كان الترجل كانت تتغير ميميش مش المنتخب اليوم بزيد عطات ثيقة جمعيته ممكن جمعيته تحابة تستحفظ عليه انا ممكن كيمة فوزي البنزارتي اليوم صحيح بشير بن سعيد معناتها حتى حد لا يشوق في القيمة قيمة تيهو صحيح في كان احتياتي في الترجل الرياضي تنوزي انا تمانيت اليوم معتها مع فوزي البنزارتي حبيت يكون بشير بن سعيد هو الحارس الأول منتخب حتى هو كان على البنك ونعرف الظروفه حارس احتياتي يكون أساسي احتياتي يساري يكون أساسي احتياتي يساري فما مدربين سمحني ممكن كاردوزي مقتنع بميميش ممكن فما انترونيو التركيب ناسيونال حتى لو فرضنا الحارس يكون على البنك يلاعبوه كانوا مقتنع اليوم بها اتغيرت اليوم فعنا تشوف مو حق ان فوزي يبدل اليوم من ميش انا ماذا بيحط لا انا ماذا بيحطوا مزوز غردينيو يشدوا قول حطوا مزوز احنا ما المشكلة احنا في القولة ذي نحكيلك ماذا بيحط ميشوا بن سعيد وانا حينتاكوا هش نعملوا بيلا تكون قدين خانالعبوزوز غردينيو خانالعبوزوز غردينيو اثمني جواريك قدين خلتاك متان عاجبك انت قدين هاي برقات حط حق عبا حمص في مرمي لاي جاوبني عالسؤال شوف يا اسلام عال المجمل المبارات اللي عديناها في رادس اللي بشي تغيروا دي ما يقعد في صلاحنا خاطر عال الماتش اللي ريناه في رادس شبك في القوف كنت ديريكت جاوبتني ديريكت عالسؤال متاعدي شبك في الانتاني تبدأ سألتك قتلي ليه في بلاستون خلي من ميش لاي 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 مش هكيك يا اسلام انا قلتلك معناتها اليوم كيما قال ذاكر لو فرضنا اليوم يغلط لك مثلا بن سعيد اليوم شي تتحمل هو المسؤولية تخسره في النيدي زولتك فانتش تخسره في النيدي زولتك انا في الا كيما اقوله حبيت انلوشت البشير البيعي مروين سمحني سمحني تعصبت عليك ذاكر اش حكيت عشرة دقائق التالي قالك مفاما حتى جوارا في المتخبت نوسي الكل هتتغير كيفية جيت اليوم اخي كنت حكي مش كما تزير والمغرب وكل شي معنا حتى جوار اللي بيش نحيه ولا بيش الجيب نحكي ع المردود متاحي يعني كي مردود سوفا بامن حقوش يبدل بالله يتمروين معاك انا عندي فلسفة فكورة انا من امنش خدنا رجعوا للتراجي زوزغول انا من امنش زوزغولة لازمها تكون قوي برش وموجودة في العالم قول الريال تطلق الاخر شباله ماتش بماتش انا من قول عالمي والاخره قل منه بشير ومميش انا نجم نقول لك فلسفة اخرى مميش هكايك يجي معه بشير خلن قدمو شوية صارت مع فاروق ومعز وريت انتيجه انا تمنيت يجي بشير ومصحة المنتخب مميش يتباع يخرج يقدمو شوية الدفاع ممكن برش ملاوين حتى حكينا شوية قبل يهبتو اجدي كشريدة كاساسي قتل ناعف فوزي ما يخافش معنا يهبتو حتى مش حاضر برش نجمي هبتو كشريدة اساسي كيف تشوف التغيير هيدا لكنسة ونحن برش حكينا اسلام اللي كونو كشريدة ماندوش تنجو برش في ساقي ونعرفو اخر مباراة ليل مع الغرافة لعب سبعين دقيقة والأربع سبعين دقيقة نعرفو الملاعب هذي ما كشريدة اني قولك اللي كونو في الخدام نعرف الكمبيتسيون معتا باية للملاعب ما يتبقى قاعد يتدرب قاعد يتترينه وانا اللي سيكوية سويل معتا دربتو عند فوزي اسلام ما منش باهم اللي حكييت اذي يقولك عندو برشة ملعبش ويعرفو يشوفو في التمارين يقولك معتا هذا الراف اللونتريمون يلعب يأمن يأمن صحيح احنا على عكس انا شفتنا وانت احنا في المباراة اللي في رادس تلعبت رينا فما تشنج كبير من فوزي بنزارتي على راية بوشنيبة خاطر نعرف فوزي سيرتو بعض المقابلة كيتشوف الهدف الفريقة ذي كان كومباكت تقريب البعض جاي حبي يلوش كيما نقولو الهجم المعاكس انجح فيها شوفنا حتى في البونتو فما ملعبية راجعة تتمشى اسلام يوريك فما ملعبية في المنتخب لحسيد اللي قاعدة تلعب الروحة برشة وذي اللي ذا قاعد يذور في المنتخب مروين في الهدف راو عشرة دقائق قبل كن ترجعوا المباراة راو عملونا عشرة دقائق تيكي تاكا هوم كن ذاكا ظاهر البونتو قاعد يخدم كن تفرجت اسلام عشرة دقائق قبل البونتو انا واحد ناس تفرج قاعد بيت يلعبوا ويرجع التالي يهزوا الارغوش ما يقلقش يعود يرجع يطلب البيفو ما انت قاعدوا يدوروا في كورة كبيرة وريتا ونعرفينها في ذاكرة سماعي قاسيت عليها وانا ريت الرياكسيون متع فوزي مع رايد بوشنيب وانا ترينيت عن فوزي كذاهير ايسر وهو كذاهير ايمن ليه مش حتى ابر مجيش راويجا نكلمك حتى هو سيتانجون ومن هني المستقبل كذاهير ايسر ولا ذاهير ايمن خوذها قاعدة احنا ريناه في الريا في الريا كيصار ثلاثا كمتاحهم رينا بن حميدة وبوشنيبة كانوا روتار برش مقدمين اوصي كم لعبي كذاهير وانا كذاهير ودربت عن برشة مدربين كما فوزي كما روجي الامير راوي الظاهيرين راوي عبيد ربي راوي كي تبدأ على سيق وكورة اللي صار شوفني احنا البونتو صار كل معتا الصنتراج في الظهر متاع بن حميدة اللي هو كين روتار بوشنيبة انا حب حاجة باركة وليزمو يتعلمها راوي خوذ قاعدة اتا كونك تبدأ عنده كورة وصيرتوه على جيتك انتي تسكره على سيق راوي في الكورة راوي في الكورة يا عبيد ربي راوي صنتراج راوي بونتو معروفة ذايا ممكن انا نقول لانا وجدي كشريدة الحال المناسب الفوزي ممكن الخطر على على المجمل اللي عديه برايت بوشنيبة الماتش اللي ولاني يظهل يستحق يكون موجود عالبنك نقدم الوسط الميدان نجيك لك انتي مختار بش دخول صخيري اساسي بش كون معاهن مجبري في الوسط الميدان ديما نحكي وعلى عفونا اي صخيري عيدوني في وسط الميدان المنتخب تشوفوا حل معناه دخول صخيري اليوم؟ جوستان على كشريدة اللي بورو فونسيف حاشتنا به اليوم فوزي منزلتي ماشي مش نربحه ناس كل ماشي مش نربح وذا بيشتربح يزمكك الجوان عندهم كليتي في 30 متر الخريم مش عطيك الباس الباهية شوفنا راد بوشنيب على مستوى 70 متر ولكن ديما في الاخر 30 متر الاخرى الفو بوكو ترافايي لسنتر متاعه وليلي ريتري متاعه على ذاك الابورم تاع بوشنيب عنده 70 دقيقة عنده 60 دقيقة يخدم خدمته كشريدة اللي بوريش خلخات الادفرسير ما يقلقش برشة وانتي تلع في تيران نوتر هنا رو شوف ورو بدنا التكتيك كان يلعب كاترواتروة وعمل خمسة ثلاثة اثنين اللي ملقين لهوش حل هو رفيقي سعيد نمره سبعة اللي كان في ظهر فرجيني ساسي والعيدوني ملقاولوش حل اليوم بعد ديما نحنا هذي تتعاود سخيري العيدوني سخيري الحقيقة وقت اللي عبطت وشوفت وانا منحس من حظ كنت موجود في التيران كل ما هو سعيب يسهل لك يقول لك الكورة يعرف يوريون تيجو فمتني ففي دي مومو صعب وكان الان كنتران ويعود يخرج لك ملد فرسير يلترب ما يخافش ويهذا واخلي نحكيه على نيبو تلق ملعبية تحبو لا تكربو طول المانير وما نحكيه وش نحنا شوف انا نقول يتمشي واخلي نحطوا معهم حنا بع المجبري عندو لبورو فونسيف تحط جوارات بس الرحم لكن نحنا اللي غلطنا فيه الماتش اللي يفيد حتى على ذاك هو اللي دي زي كيليبر اللي وقعنا فيه واخلي الكورة عنا مش المشكلة في رايد بوشنيبها يطلع ولا مشكلة بحيط في بن حميدة المشكلة في طالبي والمشكلة في مريح ما حصناش رويحناك الكورة عنا واخلي تتفك ما طلعناش على ادفرسير وعملنا فو تكتيك لقينا برشة دي زي سباس هو القاهم كيف كيف واخلي تشوف سيفة ديل الجزيري نعرف ونحنا فوض البنزرتي شنو يحب يطلع وحب يبريس فاوزي بسيفة ديل بسيفة ما يتنفس راو في دي مومو معينين تشوف فنتي لكيب باركزمت عزقومور ماخذينا راو زوز تليسة القدية مرا ونحنا بسيفة مراجعين في الرطور ديفونسيف على ذاك انا تصور انا فنتي سخيري وفنتني والعيدوني بشيكونوا عندهم أبار كبير ونفو إكيليبر فوص الميداء لكن انا يزم السيرفيه ونعرف كيف يكمل في 3-2 ولا يبدل 4-3 مع سنتينات على خطر هو الحقيقة المدربة ذاكرا مليح وعرف كيف يخدم ترجع لي هو كيف كيف انا سخيري بشيكون أكثر قريب للديفونس نتصوره هو والعيدوني هكا يمشي شوي القديم معه زيادة راو شوف راو مش المشكلة تحب الذاكرا يجب فما تكامل ويجب يكون بناتهم فمتني فما شكون يطلع شكون يبقى شكون يعطي للمنعرش حنا باع المجبري يعني اذا بشيكون ونتصور هو موجود حتى فوز المنزارتي صرح انه سخيري وحنا باع المجبري يجب حسن توظيف حنا باع المجبري على خطر حنا باع المجبري كانت تحطوه على المير ومش بشي يمشي وعطيك حد شيء كما كان يحكي السخيري والعيدوني والمجبري وقدمهم المجبري وقدمهم المجبري كوم بلاي ميكر كومن في دميل بشياتيك لكن ما الحاجة الخائبة ومجبري حاجة ما زادة في التوفران اللي هو فكيك الحاجة الخائبة في حنا باع المجبري بريطان شوفوها ما يتخلش ما يمشيش لي 6 متر 50 دي ميالة من البعيد تخذي مشكلة بمشاكل يزمك تطلع القدام ويزمك تجي كجور لي برمتالي اللي بش تمشي تاخد الفراغ لم يكن منعفش انتا نسير كل جزت حاجة برك اسم سامحني البرح غنبيا ربحة ما ده غشق السماء اقرب بعضه نحنا مش مكونوا واقيين حقيقة مش منتخمروش راولي السماء اقرب بالبعضه منعرف وطونس عنده دو دي بلاسماء خط الناس كل تحكي على الرياكسيون ومننسيوش الفريقة ذاية كالي تيكنيك اللي موجودة عنده وانا رينيك في الشي العب كورة اليوم اساوار كيفي بشي العب اما ما يعطبوش دي بلاسماء واتبالي ملعب محايلة بايما مش مشكل يا اسلام خلي يفهموا اللي ملعبيه اليوم رانا مش اليوم الجماهير متغش علينا يحكم عليه الكلاسمان وليس تكون قربة لبعادها مانيش بش ندخلوا نتخمروا نحبوا نربحوا باش نوريوا ليحنا كنا اقوى منهم بالعكس تعرش عاركورة ذي كما انتي ما كنتش قريل عسابة اليوم ما عطيتهش اهمية كبيرة المقابلة ذي ردوا بينا الماتش ذي رو بش يكون اسعب ملاليق وارحبا نقدم معك ذكر الخط الهجوم مش مشكلتنا في المقابلة اللي فاتت ليزليه للمسيون فونسي فمتاحهم كان ضغيبة تقريبا خاصتان مع الاعتماد على الملعبية معتما عندهم شلي كياتي بش يكونوا غادي اليوم تقريبا ما فمش تغيرات كبيرة حتى في البوست ذيك يمكن بش يكون يوسف علي سار يدخل رفاع عالمين كيفاش تشوف المشكل الهنا شوف اسلام رو الانيماسيون الفنسيف انت تخدم شو اللي ازلت اكون وحده مرحبا والقاردين وانتي جاي رو كياتي ما تلقاش دوميات اللي قادة تعاون وروا طاو الفوتبول موديل رو الشانجمون تعلي بوست يتعاملوا جوارات وحدهما على حسب موجود في التيران وعلى حسب اللاكت اللي انتي فيه معتماعات شروا فهم دي كولوار فيكس و دي كما قال مختار على حنابار نحن على خصائص المناعبية اللي في الكولوار صحيح كما قال مختار ينجم المجبر يتقاه فين سنتر في فهم دي زين دو تسير وعليش يلزم يكون في التكتيكمان حاضر في موخو على خاطر كيات العمر حانة بعد النجم اللي كان في الكولوار نجم المولي هو يرجع ويسكر يخو بلاس الاخر مغير ما نحن بتاقبل لالو وارجع لالو لاخر مغادي وحدك هذي تعملها ما عندوش وما عندوش برشة شواء تو في الوفنسيف ما عندوش برشة شواء ولي ناقص هو عندوية مالك بليل المجري الموجودين أنا فعج محمد موجودين الشانجمونية اللي صارت في المنرجعوش تو خلينا بوزيتيف أنا بالنسبة لي أنا رأي الخاس بليل المجري لازم يكون أساسي نقول لك عليش قوين علمين ولا كما تكون في بلاس السيف حتى أول موانت حتى أول موانت هم بتكونوا واضحين آآ من الأحسن اللاعبين في بداية الموصف أحسن اللاعب في أخر موصف من اللي فات كومبيتيتيف السياج اللي فات كيتخال نسيت كونش كون لاعبنا نحن في السياج اللي فات كان البونتو منو هو جابوه بونتو فرجيني هو استبفية ما ده غسكر شوف ماروين عندو الخبز الكوراوي عنده الخبض بتعليزة كون اللي برشة نقصي منه حتى في الكون ترطلقاه يقلق يعني كنت نلعب في اللاكس قبل النوعية ذي كنت تنرفز يدور تقاق قدامك يقدم هالك ويمشي معنتها وما يقلقش في اللاكس وصورتو كنت تعطيه الفرصة هذية تمدهلو يعني عمال رأي يروه تمدهلو بشتقاه بلو موتيفي من الجواريات الاخرين كنت على خطر يحبي يناحي بلاس سيدي ذا كنت تسمع في الكلام اللي قال عالتشكيله شوفيك تقايد في الملاحظات خلنا ناخذو تعليق عالتشكيله بش تهبطو عالكلم اللي قال بش نرجع أنا لوكاب بن سعيد مميش هبنرجع فما تناقف في الكلام رو وأنو برشلوم على فوزي بن زرتي كيفاش لعب بوش نيبق خلنا سأسألكم خدش من النار يردروها عند فوزي في المالش اللي فات فما ريدروها اخر اللي هو كشريدة علش نعب بوش نيبق وملعبش كشريدة طوا كان يحكي سيمروين وكنا متفقين هو أنو كشريدة يموق دو كومبكتيسيون معقول ولا؟ باك وينو براون ولا سسم وينو دراجر براون أكسيون تراب وما يدعبش عليمين من فضلك عايش من فضلك عايش كشريدة حتى موش حتى موش كومبيتيتيف اي خير مل بوش نيبق باه لو كان موش كومبيتيتيف و لعب و تصير الغلط لو يتمر كالبونتو راكم خلطو فوزي لمنظرتي كيفاش يلعب في جوار مانجو كومبيتيسيون مروين انتي سامحني خليو 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 حتى موشك من بكري ساكت خليو ما رويو نتو يحكي على كشريدة في بلاست قمك حكينا على لدر واحكينا على فوزي كيفاش يحكي معه ذاكي خليو يكمل تقييد اخار مه ممكن ذاكر عايشك من فضلك عايشك من فضلك يا ذاكر لو شو هتناقض في الكلام هدايا لو مرشة ناس تتكلم و تلوهم في فوزي بنزرت باه رأينا نحن نعطيه رأيي تلعب فيه جوار كي مانك دي كمبيتيسيان وعمل الغرصة اللو مانه فوزي مانفهم دي بريوريتي ما تحب تقول تلي ذا ما فهمت شوان الجوار اللي يلعب قاعد يعطي فيه جامعيته هو اولوياني لو جاه كشريدة يلعب وكمبيتيتيف عنده على الخمسة ستة متشوات كان هو وقت اللو مانه فوزي عناش نعب فيه بوشنيبة هنا يلعب فيه بارشوا عنده اثنين ديوز اريان راتيرو ادروا اللي هو كشريدة وبوشنيبة لعب له فيه كومبيتيتيف ولو يلوموا على فوزي المزل عدي توا توا بجلو ندخل وزادة فيه متاهات لا سامح الله ونعود نرجع لو بن سعيد غدوها لا سامح الله تخسرتون ويعمل الغرصة ولا اليوم ولا اليوم اللوم في فوزي برزارتي علاش نحن نميش ولعب فيه شبت التناقض هنالي خايف منه والله ليفهمتك سريفا ناس كل تتكلم عن تريمان ما ليم حد لو نحن نحكيوها بتشكيلة قلنا هو بشي بدل هو بشي بدل معلومة هذي ما روش رأي معناه فما حاجة يزمنا نعرفوها يا أخويا بالإسلامي عايش خوي رأينا يلزمنا نعطيه حق المدرب رأينا ياسد قاعدين كل غلطة ولا تخسر يكيب أي كيب سواء منتخب سواء يخسر يا أخي عملنا شوية فيه مش تعطي حق المدرب بالمجهود الهذي اللي شوفناه في الماتش اللي فات احنا تقول ملومنيش فوزي بنزرتي خلنا نسهلك زوالي منفضلك يا ذاكري عايش منفضلك عايشك عاد منفضلك عاد خليه نحكي يا أخويا شوية خليه خليه ذاكي منفضلك يا فوزي بنزرتي ذاكي ما تقصش عليه خليه 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 ذاكي نحكيه على الشوارات والتكتيك و ذاكي ما أعطي عالج فوزي تخليه كامل تفضل سريذا كامل معلومك كامل سريذا كامل نوعنا ولأ قامل سأسلمة بليس معنات هنسمعوا في حاجات كل المدرب المدرب هيرا ملاعبين ما عندوش غلطات لو مليه محدد سريذا مانيش لحكي عدة أهنا انا مانيش لحكي عدة أهنا انا مومش خالين يسبو في الفوزي بظلتية جاوبني اسلام انت جاوبني يا سريدار او نقط ما اقول سبان اذا لا سبان سبان وبيه وعليه وبعد نطلعوا في الكرب وندوروا يوم واحدوا سبان وبيه وعليه شفنا الماتش اللي فيه خلق شوية كلام فيه اه يا سريدار يا هدي كرب كلم يا مختار عليش انتي متعصب طوى هكا انا ندافع على المدرب لانه مونش المدرب ما اوش مدرب واحد ومسؤول ما تدفعش فالما مليعبية فالما مليعبية اذا غلط دافع عليه في الحق دافع عليه في الحق كي شوفنا المنتخب سيئين قلوا فوز اللي بنزلتي سيئ شوفنا المنتخب فهي الكل سيئين ما هذا هو وهذا عندك وهذا عندك بيه نمشي وفاصل موزيكا وبعد نكمل ونحكي وبقية مواضيعنا اليوم